مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم عملت لكم بيزا بس مش اي بيزا بيزا الامهات ومش بس امهات اليمنيات كل الامهات او اغلبية الامهات تعملين انكم تخرقوا اكبر صينية في البيت وتفردوا فيها العقينة وتعملوا قلد بيزا لأولادكم وزوجك واخوك والاهل والعيال وكلهم يعني والقيران ألد بيزا تعملوها صح او لا وهذه البيزا صدقوني من ألد نوع البيزا اللي بتاكلوها بيزا الامهات الحلوة الحاجة بنعمل للصلصة هنا عندي زيت زيتون ممكن زيت عادي بضيف عليه بصل مفروم بس اخليه يتبل انتبهوا يتحمر البصل بضيف عليه ملعقتين صلصة اذا كانت الطماطم مش حمرة حقكم ضيفوا اكتر الصلصة كده خليت تشوح مع البصل بضيف الصين من الثوم وبودرة الثوم وبودرة بصل من ربع ملعقة وشوية رشة في الفل حار يعني من طعمش وهنا عندي طماطم انا الصراحة اقشر الطماطم بعدين اخلطه بالخلاط او اني يعني افرومه بالسكين عادي لان الطماطم تدبال هنا بضيف رشة من الملح وكمان ملعقة صغيرة من السكر وخلص كده اقلبهم مضبوط واغطي عليها وخليها تتسبك انتبهوا تضفولة ماء الا لو كانت كتير ناشفة لا تضفولش اي ماء بعد ما تسبكت تمام شوفوا ما شاء الله الصلصة تحسوا الدهن طلع يعني زيت الزيتون كده طلع على الوجه وكده تسبكت تمام بضيف عليها في الفل رومي البيبر ضروري يعطيها نكاية حلوة وملعقة صغيرة من القبن السائل او ولد يعني المثلتات اي اي نوع قبن مالح عندكم حاجة بسيطة كده قلبوه خلوه بس شوية كده حقتل الدقائق وطفوه عليها الان نعمل العقينة طبعا الصلصة قهزة عندي ثلاث اكواب من الدقيق الابيض يعني نحنا استخدمت اني شوفوه اللي هو الكوثر هنا في مصر طبيعا للان اني معتمدة على الكوتر وهنا عندي ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية طبعا هذه الصينية كبيرة تمام وعندي هنا ثلاث ملاعق كريمة شانتية او سكر استبدلوها بالسكر وعندي طبعا نصف ملعقة صغيرة بكنج بودر هنا عندي حليب ربع كوب مع ملعقة صغيرة من الخل عشان تعطيني نفس الزبادي هنا اضفت الملح والان اقلب كل المواد القافة والان بضيف الحليب اللي عملت له الخل او ممكن تضوفو ثلاث ملاعق زبادي او ملعقتين زبادي واضيف كوب وربع ماء دافي خلاص واعقينة الين احصل على العقينة طريية وتلتسق باليد انتم بتشوفو قوام العقينة بعدين الان شوفو خليط النعقين تماما اول ما تبدأ يعني تليم العقينة بضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت زيت نباتي وخلاص بعد كده خليط تمام تنعقين لمدة 8 دقائق او باليد تخوض 10 دقائق عادي شوفو كيف قوام العقينة عادي اول ما بالامة يعني بتلتم معايا مش مشكلة اول شي دهنو يدكم بزيت وتلتم معاكم اول شي لما تكون كده العقينة هي مسائلة هي طرية جدا وتلتسق باليد اول حاجة تتخمر معاكم بسرعة وتنفرد معاكم بالصينية بسهولة لما تكون كده قوام العقينة اكس لما تكون عقينة متماسكة فانتم اش خلوها نفس كده جدا حلوة وتتخمر بسرعة اخذت مني 15 دقائق دقيقة وتخمرت ما طولتش يعني وكل يشوفو ما امسكة يعني ادهن يدي بالزيت عشان ما تلتسقش بس ما شاء الله قلد عاقينة بتعملوها شوفو كيف طبعا اذا قدرتوا تشكلوا حتى بمعقناتكم تعملوا نفس كده قوام عاقينة وتشكلوها وكده انتم بتحصلوا على يعني معقنات طرية وسوفت سوفت زي حق الاتراك لانو الاتراك دايما العقاين حقهم زي كده الان خلاص بخليت تتخمر تقريبا قالت لكم اني اخذت مني القو حار اخذت مني 15 دقيقة بعد 15 دقيقة تكون الصلصة برادات اللي عملناها وهنا اني استخدمت بصل في الفيرومي زيتون والقوبنا لأكيد المورزريلا وهنا بديت افرد العقينة شوفو كيف العقينة متخمرة هي وبسهولة تنفرد معايا بس دهنت يدي بالزيت عشان ما تتلصقش شوفو ما شاء الله كيف حتى لو خلتوها شوية يعني متماسكة قليل يعني عادي تنفرد بعد كده اني عندي شوفو عندي بيلام او فرادة يدوية شوفو كيف بفرده يعني بس بعدله على يعني على الصينية ورق زبدة تعملو او ممكن تدهنوها زيت عادي والان شوفو ما شاء الله صلصتنا كيف تقيلة ومتماسكة ما تكونش كده كل ما عشان ما تكونش طرية لانو اذا خليتو الصلصة فيها سوائل او فيها كده كده كتير طرية يعني سائلة والعقينة اساسا طرية ايش بتسوي بعد الطبخ بتستويز المعقينة فانتم نفس قوام كده اعملوها طبعا افردو الصلصة في كل مكان تعرفو بيتزاق الامهات تكون سخية وحتى لو في بعلا ولا حاجة بس على صلصة وقبن تطلع لديدة لانا مش عارفة فيها كمية حنان زي ما اقول لكم هنا شوفو فردت القبنة مرزريلا استخدمت قبنة مرزريلا اسمي فرش واذا في عارفين القبنة في مصر حلوة وتطمط كده اكتبو لي النوعية تمام لاني استخدمت فرش ولالان كويسة هنا شوفو خلط كل المقادير مع بعض اللي هي زيتون والبصل والفلفل رومي تقدروا في الفلفل رومي الوان تقدروا تعملوا مشروف فطر اللي معاكم حطوا دقاك كده مقطع اللي معاكم تعرفو بيتزاق الامهات قلت لكم هادي خلص فردت تمام وبعضهم شوفو يعملوا قبنة مالحة يبشروا فوقها او اي نوع قبنة ثاني مش بس مرزريلا خلص هنا عدلت كده شوفت الاماكن الفارغة من المرزريلا حطيت والان دخلت على فرن حرارة 200 لمدة 20 دقيقة في الرف الوسط ما شاء الله اقول لكم الات بيتزالة ما تطلع اول ما تطلع غطوها عشان تطلع سوفت تعرفو بيتزال امهات ما تكون شا كده قوية كده شاحتة لا تكون كده سوفتي طرية بس غطوها كمان عشان القبنة كمان تمطط معاكم اني قليل شغلتها من فوق خلتوا كده مقطاية خمس دقائق بعين قطعتها طبعا هي كرسبي من تحت ومن فوق طرية ها كده بيتزال امهات وانتم اكتبولي طرقكم بالبيتزا واولادكم كيف يحبوا البيتزا يعني اش يحبوا فيها كيف تعملوها لهم مرة تعملوها كده ميني صغير لكن هدي الكل اكيد يعمله صح ولا لا وان شاء الله بعملكم بيتزا بنكهات واضافات يعني بشارككم كل ما بعمل بيتزا بشارككم بحيث انكم يعني تغيروا النوعية او ممكن تشوفوا عندي بيتزا اضفت حاجة عليها حلوة او طريقة حلوة وانتم كمان اعطوني طرقكم بالبيتزا هادي بيتزا الامهات او بيتزا يعني البيت كده وتصدقوني اذا شفت كده وصفة عقبتني طريقة عقبتني باخده في هنا بننزله بالقناة بصوره وبذكر اسم البنت او الام اللي عطتني الطريقة ونقربها كلنا مع بعض اني بقربها وانتم ان شاء الله بتقربوها اكتبوا لي كمان ترككم بالبيتزا واشياء كده تضفوه وتطلع حلوة هنا ما شاء الله قطعت البيتزا ما شاء الله اني لما اعمل البيتزا ولا تبقى حبة والله ولا اقول بفرزين بخبي يعني بيتزا لكن ما شاء الله كل تخلص بيوم واحد من لدادة البيتزا طبعا انتم تقدرو تخلوها رفيعة سميكة حسب الفرد اللي تفردوها للبيتزا اذا انتم مش حابينها يعني تكون سميكة قسموها على صينيتين مثلا وذا حابينها سميكة يعني تكون سميكة عادي بصينية واحدة هذا الشي راجع لكم بعد كده شوفوا اني اول ما قطعها احطها في علب تعرفوا الامهات اول ما يقطعوا البيتزا على طول العلبة العلبة او البرتن نحطها بالبرتن او بالعلبة نحنا في عدن نقول برتن ايجيل برتن اني بحط لكم صورة البرتن في المنتدى طبعا الكتير او الاغلبية منكم يحبوا القرابع حق المطبخ حقي او اغراض المطبخ وياه دا من فين تقي بيها كله تجميع من اي مكان كنت اعقبني حاجة ااخده وداما عملت البيتزا قلت ارويكم هذي قطاعة البيتزا على شكل سيكل او دراجة هي الصراحة متقطعش يعني مش حادة خفيفة هي ديكور اكتر من هي قطاعة ولانه الديكور المطبخ حقي احمر حطيته كديكور يعني فقط بس هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم